اشتركوا في القناة بتأليف فرق عمل ساندة وخارطة موسعة بالمهام اولا فريق التخطيط برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين وزارات النفط المالية التخطيط الصحة ومستشارية الامن الوطني يتولى الفريق مهام عدة من بينها وضع سيناريوهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد لازمة فيروس كورونا تحديد اهم المخاطر التي تواجه الخطط والسبل التخفيف منها تحديد الاولويات والجداول الزمنية للتنفيذ ثانيا فريق الصحة برئاسة وزير الصحة وعضوية وكلائه ومدراء عام دوائر الصحة والشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية وهيئة المراكز التخصصية يتولى الفريق مهام عدة من بينها رفع مخرجات اللجنة لإقرارها وتحديد الدعم اللازم من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية للبت فيها ثالثا فريق الاقتصاد برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن وزارات النفط التخطيط الاتصالات البنك المركزي هيئة الاعلام والاتصالات ومستشار رئيس الوزراء يتولى الفريق عدة مهام منها دراسة آثار الوباء وإجراءات الوقاية منه على الاقتصاد تقديم حلول آنية لتنشيط الاقتصاد في ظل أزمة الوباء وانخفاض أسعار النفط رابعا فريق الامن الغذائي والاجتماعي برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزارات العمل والشؤون الاجتماعية التجارة الزراعة ومستشار رئيس الوزراء واتحادي الصناعات والغرف التجارية العراقية يتولى الفريق مجموعة مهام من أبرزها ضمان توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق وتحديد الفئات الهشة والدعم المالي والعيني المطلوب لكل منها خامسا فريق سير المرافق العامة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية النقل البنك المركزي قيادة العمليات المشتركة جهاز الأمن الوطني هيئة المنافذ الحدودية يتولى الفريق مهام عدة من بينها تحديد المرافق والخدمات العامة المتعطلة بسبب حضر التجوال وتقديم الحلول الممكنة في ظل السيناريوهات المحتملة للأزمة سادسا فريق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات جهاز الأمن الوطني هيئة المنافذ الحدودية وزارة المالية الهيئة العامة للجمارك الأمان العام لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان مقرر اللجنة قيادة عمليات بغداد ممثلية حكومة إقليم كردستان لا تقل درجته عن مدير عام يتولى الفريق المهام الآتية التواصل مع الجهات الأساسية المعنية بتنفيذ كل قرار لتقييم الأداء رفع تقارير دورية عن مستويات التنفيذ والجهات المتلكئة والتوصيات سابعا فريق إعداد الاجتماعات وتبليغ القرارات برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن مستشار رئيس مجلس الوزراء الدائرة القانونية في الأمان العام لمجلس الوزراء يتولى الفريق المهام الآتية استلام المواضيع وإنضاج مسودة القرارات مسبقا قيام دائرتين شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمان العام لمجلس الوزراء بإعداد جداول الأعمال بحسب الأولويات استنادا إلى توجيهات رئيس الفريق حصرا قيام دائرتين شؤون مجلس الوزراء واللجان بإصدار قرارات اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية وإشعار الجهات ذات العلاقة ثامنا فريق الإعلام برئاسة مدير المكتب الإعلامي للسيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات وخلية الإعلام الحكومي وخلية الإعلام الأمني والناطق باسم لجنة الأمر 217 لسنة 2020 والناطق باسم اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية يتم تسميته لاحقا يتولى الفريق مهام نشر قرارات اللجنة أولا بأول وشرح الحيثيات المناسبة لكل قرار وبث الطمأنينة للرأي العام وتعزيز ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية ورصد الرأي العام والتصدي لحالات التشويش وتوضيح الحقائق